ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حال النهاردة جاي لكم في فيديو جديد ان شاء الله يا رب ينول اعجبكم. طبعا قلت بقى اعمل كده وشوية الحبشتكنات اللي ورايا كده معيكم وان شاء الله الفيديو كده ينول اعجبكم وينشطكم كده ويشجعكم. طبعا كده حطت لكم مقطع بسيطة كالعادة في اول الفيديو. آآ ما تنسوش بقى احلى لايك كده من ايديكم وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان وصال لكم كل جديد. طبعا حبيبي كده لما عملوش اشتراك يلا عملوش اشتراك خلي القناة تكبر. يلا جماعة القناة تكبر واحدة واحدة كده ان شاء الله وربنا يجعلكوش الخير يا رب علي. آآ النهاردة بقى ايه? قلت عامل غدوة كده بسيطة معيكم. برضا كفطار كده بسيط ونعمل كده حاجة حلوة للاولاد. قلت بقى ازباطهم باي حاجة يعني انا بقى لي فترة كده ما عملتش حاجة حلوة كده. فعادت ادور كده ودعب ستشوف ايه اللي عندي وطلعت عملت شوية حاجات محترمية. طبعا الناس اللي بتقول لي وفاق من الوقت اللي التاني عمل لنا اكل من غير زفر خالص. فالنهاردة عملت معيكم كده. وقلت اعدي اليوم برضا معيكم يكون تغيير كمان. كوكا طبعا باباها بقى جاب لها فنص فنص بتاع رمضان. فهتوره لكم بقى ان شاء الله في الفيديو كده. كانت مبسوطة بقى وفرحانة. ما تقول لي ايه اوريه وماوريه. ملطلع حاضر. اا قلت بقى اعمل شوية حاجات كده معيكم النهاردة ونزبط الدنيا. كان يومنا برضو في المقبض. حطوا لايك. احلى لايك والله. حبيبتي والله. ما لش جماعة منبوس بعضينا. الحب ولع في الدرة. اا فكنت هقولوك انا كنت بقول ايه? بنت نسيتني انا بقولي والله. اا المهم بقى بقول لكم بقى كتير ما عملت بالهمش كده حاجة حلوة كده فقلت الزباطهم كده النهاردة معيكم يعني. قمت بقى قلت اعمل معيكم كده الفطار واشوف ايه اللي عندي وبعدت جبت شوية حاجات كده للفطار عشان ازبط كده الفطار معيكم. خلاص انتو اصلا خلتوني ان انا احب اصور فاقرة الفطار ديت معيكو. الناس اللي ايه? اللي بتاعت تقول لي وفايا ما تنسيش فاقرة الفطار فبجد بجد انتو اللي شجعتوني. انا كانت فاقرة الفطار ديت اصلا يعني ما كنتش باهتم بيها في الفيديوهات بتاعتي على فكرة. فمن كلامكم بقيت اهتم بيها. فربنا يخليكم ليه عشان انتو ناس بسيطة كده وبتكبر الخاطر والله وبتشجعني يعني لو حاجة بسيطة عبقا عاملها بتشجعوني يعني. فربنا يخليكم ليه يا رب. ملت بقى شوية رز بلبن ما اقولكيش. زبطت الاداء النهاردة. وقلت ازبطهم كده يلا بقى. يلا ان شاء الله معنا حد احوش. فانا عايز اجيب بقى كنافة وعايزين نزبط مع بعض بقى الكنافة وجلاش بالذات عشان بحب يعني ان شاء الله ان شاء الله يا ربي من غير مقطعة. بحب على طول ان انا اعملهم في رمضان يعني. هنا بقى بداية الفيديو بتاعنا كده اه مسكت الجرجير وحطيته كده في طبع وقلت اخسله. عشان ازبط الفطار معيكو. اه ما كانش عندي تحينة خالص وانا كنت جايبة البطرمان ده يا حبيبتي جديد. انتوا فاهميني البطرمان ده جديد صرفة ومكلفة. البطرمان بتاع التحينة كان قدم قوي. وكان شكله مش عطيفي خالص. فخلاص انا فتريت عليه ورميته. فجبت بقى انتوا عارفين انا عيلالكو في المشتريات كل مرة اجيب بطرمان او اتنين. حسب ما الفلوس معيها تقضي يعني. فمن هنا بجدد بقى ايه الليلة بتاعة التوابل بتاعتي وبتاعة الطحينة الكلام ده كل. بطرمانات دي اتعجباني جدا. هي كلها زي بعض بس ايه الفرق ما بينهم اللون بتعلغطة مش اكتر. المهم بقى اللهم صالح على النبي يا رب اعزة اولوك ان انا ضغطة عالي وايه اللي خلني اعمل جبنة قديمة مش عارفة. فين عقلي ما اعرفز. رخر عن تصدع ما يعلم بله ربنا. آآ ففيه ناس بتقول لي اوفا انت مسعب بتقول لي ضغطك واطي. انت ايه ضغطك واطي ولا على اتنين يا حبيبتي اللي اتنين والله. يعني يفضل واطي واطي وتلاقيه في يومين كده معينين تلاقيه ضغط ايه لي جدا? فوق المية وخمسين. بس خلاص بافهم يعني باشربش قهوة بقى في اليومين دول. آآ المهم بقى زبطت كده طبق العشق ده سنة بعشق الجبنة القديمة يا جماعة بالطماطم والتحينة ودي تدي له ادي بقى كده برغفين ايه? عيش كده صبحين اوع والشك اوع والشك. احنا اتخلنا من شوية. اتخلنا ولزلزنا واللغض كده نازل والدنيا زاطت في الشتة ده. يلا الحمد لله. علشة نعمل ايه? نعمل ايه? فلوس. فلوس فلوس جوزي يا جماعة بنيت علي. طول ما قاعد يقول ايه بصي بصي فلوسي دي. فلوسي. اتخنت يا جماعة اتخنت. انا بيطولك بابا قالها كده. شفتوا بنتي كمان بتفضحني. يعني بنتي بتفضل علي. ايه المهم بقى ايه? بصوا بقى الفل ده كان جاي اوع والشك. ايه الجمال ده? كان جاي جميل كده. انا بحب شكل الفل اللي بقى محمر كده والشكله حلو كده. الله عليك يا بيت يا فوف. عصرة لمونة شوية زيت. حب التحينة واوع واشك. واتجاكة من شوية كمون. الله الله. انا رقي جري تاني. بقول لكم احنا ادخلنا من شوية. الناس اللي بتقول لي وفاق حرم عليك فاقرة الاكل انتو خلت يعني خلتوني اعملها ولا معمليش. انا انتو خلتوني حطرت. وفاق حرم عليك ان انتو بتخلني بابا عايزة اقوم ايكل. كل يا اختي كل ان شاء الله معن حد حوش. ان شاء الله تنشفي كده وتعظمي ليه? لا. هتبتبيش زي من الكهربا كده. لا. وتمشي في الشارع كده الناس تقول لك ايه? اه كنت فين يا خشب اياما كنا نجارين? لا. على زلازي سمع ميني? لازلازي كده وكيش جعب اللي انا بقوله خلاص. اه يا انا ياما. مامي بقى كده خلاص اختكو زباطة الطعمية وحمرتها كده انتو عارفين بقى. بحب اتجا كده ايه اه طماطن بقى رشتكو صبارة وايه? ايه الفطار الجميل ده بيت افوف. طبعا بقى ايه? انا خفت من الجبنة القديمة قلت خلاص اسيبها الجوزي وانتو عارفين عيالي مانهمش فيها قوي فحطت لي كتعة جبنة قريش انا. كتعة جبنة قريش. المهم بقى خلصت الفطار وقمت بقى ايه شربتي والله شوية شاي كده وانا يعني هموت على القهوة يا جماعة هموت على القهوة. بستعمل ايه لما بحس ان الضغط علي لا يمكن اشرب قهوة. يعني هتلاقوا دماغي قمت وقفت لوعدها. طب ليه? ليه? خليني عقل. آآ غسلت كده كباية رز وحطتها على النار بشوية مية تسلق لحد ما تستويه. لو احتاجت شوية مية تاني بحط له. يعني لو حسيت ان هي شربت المية وما استويتش بحط لها شوية مية تاني لحد ما الرز يستوي خالص. هنا فضيت كده كم تيس لبن. اهو. قلت عمل لهم كده شوية ايه لبن محترمين. فضيت تلاتة. عشان كده بقول لكم بص انا بجيب من اللبن دوت كتير عشان انا بعمل بيه حاجات كتير. يعني ايش بجيبه عشان بانت تشرب منه الصغيرة وبس لا بعمل منه اكل وحلويات وانت عامل ايه النهاردة? كل واحدة فيك وتعترف تقول لي عملت غدا ايه النهاردة? كنت هعمل لكم بصارة والله. بس تعيالي قاعدوا يقول لي لا يا ماما. احنا منحب المساقعة. عملي مساقعة. فهم مش ميالين اوي للبصارة يعني. انا اللي بحب البصارة انا هو بزياد. ففين هو فيه? وكندا كمان بتقولك انا كمان. لكن زياد وهنا مش بيحبوها قوي يعني. بيأكلوها كده عشان بيجملوني يعني لما بعملها. آآ يعني ولا بيحبوها ولا ما بيحبوها عادي كده. اللي هو العادي. احنا هنجملك النهاردة. يا كندا مش هتسكت. كندا هتبضل صادة صوت كده وهتروشني هديك بالشلوت يا كندا لما مسكبتيش. شحور. طيارك. لأ يا ماما. لأ يا ماما. بنتي بتخاف ميني اوي. ماشي. انت هتسقتي? طيس ما هتسقتي? لا لا لا. مامي بقى ايه مسكت شوية المواعين دول. انا قلت ايه احط الرزة على على النار كده يستوي. وحطيت طبعا اللبن جنبه يغلي. ياخد وقت شوية اللبن ده في الغليان. آآ والله المصال على النبي يا رب. قلت ايه اخلص من شوية المواعين دول. انا سرعها لكل مقطع عشان ما تملوش. لوني يعني فقرة المواعين مية ورغاوي وحاجات كده ببتاني عش كده. والله انا من باجه اسجل الفيديو باشوف نفسي باخسر المواعين بحس ان انا عايزة قوم ادور على شوية مواعين رغم ان انا زقنا منو. بس يعني الفقرة دي بحس ان هي بتشجعني يعني. خلصنا بقى شوية المواعين بتوعنا المحترمين دول. خلاص كده لمينا كل الحبشتكنات بتاعتنا. وقلت ايه استغل الفرصة. يعني مش هقف جنب الرز بعمل ما يستوي. نا نستغل الفرصة. اهو. تمام كده. طبعا كملوا الفيديو عشان كندا عايزة توريكو الفانوس. اهو ايه يفوتك فاكرة الفانوس. كندا تزعل. يرجيك كندا تزعل? لا. اهو. ما اللي لسه بقول لهم اهو. يبكوا كانت ولكوا لا. ايه لا. اش حافة في معالينا. آآ خلصنا بقى المواعين. اهو. زبطت الحوت طبعا صبنتو كده بالليفة. خليتو فل امر امر امر. حب وانا وقفة بعمل الغدى كده يكون الحوت بتاعي ايه? يشفي ويريف. كده انتو حفزته خلاص. جيت هنا بقى كان اللبن غلي وطفيت عليه والرز كمان كان استوى. الرز طبعا ضفت له شوية ميتاني لحد ما استوى. هنا بقى ايه? هقلب كده الرز مع اللبن. وهجيب السكر كده حياءه بالسكر. ده طبعا بحبه مظبوط جدا. عايز اقول لكم ان انا بردك ماليش في الرز بلبن. يعني اول ما يتعمل اكل كده طبق صغنن كده سخن ولا حاجة. آآ وبعد كده ما تلاقي ليش ليه رغبة في يعني. اي حلويات. مفيش غير التورتة والجاتو. جيبيني تورتة والجاتو ايكل منهم. اي حاجة تانية تلاقييني آآ مش قدي كده. هنا بقى جبت كوباية وجبتي آآ تلات معالق كده صغيرين من النشا. ودوبتهم ونزلتهم على الرز على طول. وآآ حطيت طبعا كيس الفانيليا زي ما قلتلكم. خلاص على كده هو ده الرز بلبن بتاعنا. يفضل لغلوة والتانية ويتقل تمام. تمام. ايه دي فقرة الرز. قلت زبطهم كده باي حاجة عندي. آآ هنا بقى مش عارفة هنا انا كنت بشاورك او كنت بكلم زياده عمال اشاور له بايدي يعني ما تركزيش عشان ما تايسيش. عشان ما تقوليش البيت وفاق مال هيبتعمل كده ليه. آآ هنا بقى اللهم صلى على النبي يا رب. قلت افضي بقى الرز بلبن كده. اهو. عايز اقول لكم الطريقة ديت بتديك كمية حلوة. يعني عشان فيه ناس بتقولي ايه وفاق انا بسو الرز باللبن على طول. فعايز اقولك ان يعني الرز بيشرب اللبن. فما بيديكش كمية كبيرة فخصارة. عشان يديك كمية حلوة كده عشان الاولاد يعني. سمعني من الدكتورة وفاق معلشي. حطيها لايك كده عشان فاقرة الدكتورة بتنقى حاليا دلوقتي. فعشان يديك كمية حلوة. لأ آآ سوي الرز الاول بالمية. تمام? بعد ما استوي ام حطة بقى عليه اللبن. وشوية مية كده بنشا. آآ والسكر والفانيليا. واوع والشك. ديك كمية حلوة كده. بص بسم الله ما شاء الله داني بقى ادي ايه. اهو. احب ان انا احطولهم كده في التلاجة. مسلا اكون لسه مخلصتش الاكل. حد منهم مستعجل عايز ينزل. ياخد لسلطانية كده ويحط لعشرين جنيه جنبا. اه مش اقلل من عشرين جنيه دلوقتي طبق الرز ده. صح ولا ايه? الام المستغلة دي. اه هنا بقى طبعا بغذر معيك ونالبي قلبي خاصة يا جدعي. اه لقيت بقى لأ محتاجة جيب طبقين تاني صغنانين فجبت. اهو. عملنا بقى الستة اللي هم الازاز اللي هناك دول واتنين التواجن ودي اتنين هم صغنانين تاني. لقى بسم الله مش هلا ايه وعوشة كابت شافية. عملنا تسعة تبقى صويرين جميل اهو. هنا بقى كان عندي شوية كده بتاع دوت. اللهم صلى على النبي يا رب. اه بتاع دوت حتى زبيب على جوز هند على سوداني. كده يعني عاملة خلطة كده محترمة كده. كنت ببقى مزبطها يعني لايه? اه لما اعمل حاجة حلوة زي كده او مسلا جلاج الحاجات اللي هي ايه كده? خلاص على كده. عملت لهم حاجة حلوة? وخلصت. اهو. عداني العيب ولا ما عدانيش? عداني. عداني وازح. هي كمان عداها يا جماعة العيب. هتفضل بصوا صادة صوت ليا مش هتسكت طول ما انا بسجل الفيديو وتكلمت اتكلم. اهو اجول ما ولكم مش هتسكت ولكم اسكت. وترجع تتكلمتين. فلما باشخد فيها بتعيد. فانا قلبي قلبي خاصة. انا ام حنونة صغنونة مع ليش يا جماعة? ليش يا جماعة. خلصنا بقى الرز بلبن بتاعنا الامر كده. سبت بقى هدي خالص وبعد كده قلت ابتدي بقى ايه? ادخلو التلاجة. غطيت بقى اللي هما بيتغطوا. وسبت اللي هما ما بيتغطوش. قلت نبتدي بيوم الاول. اللي هما من غير غطيان دول. خلاص على كده. انا كمية حلوة كده تقعد معاي ومين بدل ما واجعين دماغي. نخش بقى على فكرة ايه? الغدا. نخش على الغدا. تعملي النهاردة بيتها فوفة. قلت بقى ايه? هعمل شوية مسقعة معيك وكده ولخص بيوم اليوم. يعني عدي اليوم. الله. وهيقول لنا آآ لا هيعدي. ان شاء الله بعوني اللي هيعدي. جبت شوية ببطاطس وقلت ايه? ابتدي عشرهم كده. وزبطهم طبعا جبت بتنجر رومي وفلفل رومي. قلت ايش انا زبط شوية مسقعة كده محترمين. نفسي نفسي. اكل شوية مسقعة حرقين كده. بقرنين فلفل كده ايه? بصوا مشطشطين كده. بس اعمل ايه طب في عياني? اعمل ايه? فهتقول لي يا وفاقة بعملي شوية الواحدة كده عشان نفسك ما اش عارف خايفكم بتوحب. بتعرف ان اختوكم على طب بتتوحب. فبعض اقول لي نفسي ايه لسه هعمل شغلانة واعمل شوية الواحدة وشوية ليهم فانا مملة في كده. تلاقييني اكل وانا سكت. سكوت يا حسن بقى. شارت شوية بطاطس كده ويلا بقى يلا بقى. يهو. تميم كده. مين فرز البطاطس ورايا? والله شكلكم عملته حاجة. شكلكم عملتوش حاجة. عشان ما فيش حد قال لي وفاقة انا فرزت ولا انا عملت حاجة. ما عملتوش حاجة ليه? اعملوا حاجات بسيطة كده وفرحوا نفسكو زي ما انا عملت في الفيديو هاتي. يعني حاجات بسيطة وفرحوا نفسنا. اه هنا بقى كده الناس كلها مزدود نفسها انا عارفة بس هاونوا على نفسك يا جماعة هنعمل ايه? اختوكل اللي بتضحك كتير قدامكو دي والله يبندب كتير بسبب الاسعور بس هنعمل ايه يا اختش هنعمل ايه? الضغط الواحد عالي. عالي. واسعب بيوتى. طب بعد كده هنعمل فيه ايه? يعني عالي واطي بقى عندي. ايه تاني? ايه تاني? الله المستعان يا ربي ربنا يعديه على خير. غسلت بقى شوية البطاطس المحترمين دول. بتي دول حلوين قوي قوي يعني. حطيت بقى شوية خل شوية ملح. ايه? حدي فيهم في التصجر كده عشان نكمل بقية الاكلة المحترمة بتاعتنا. اهو. تقشي البطاطس. بسبتها بقى كده تتزبط وتتغلغل وتتا كده مع نفسها يعني. اه وجبت بقى الطبقة دوت وقلت جيب بتنجن الرومي كده ازبطه وازبط الفلفل الرومي. في حد منه قبل كده وانا بعمل المساقعة عاديني افتكرت. اه قال لي وفا بتعملي المساقعة باللحمة المفرومة. يا ختي ما تخلنيش هلفه وجيلك ها? ما تخلنيش هلفه. بصي بصي يعني انا لو هعمل المساقعة باللحمة المفرومة لقلي خلي اللحمة المفرومة نعمل بها حاجة تانية يا حبيبة قلب. انت مش شايفة اللي احنا فيه? ولا انت مش شايفة اللي احنا فيها? اللحمة المفرومة بكام دلوقت. بصوا بقبل الغالة ولا قبل اي حاجة بنساعد ما شفتوني في اليوتيوب انا بعمل المساقعة كده. اللي هو ليه? احنا بنحباش باللحمة المفرومة. يعني بالنسبة لنا بحس انها حاجة غريبة. عشان مش متعودة عليها. فهو حسب ما انت متعودة مش اكتر. اه ممكن انت بتقول لي كده انت فعلا ما تقدرش تكلها باللحمة المفرومة. تعودتي خلاص. انا لأ. والحمد لله ان انا طلعت كده عشان برضو الواحد يعني سبحان الله ولا اللي كان عنده مؤشر كده عارف ان اللحمة هتخش لها على الربعة مين جنيه. فالموفرة احسن. فلا لحمة المفرومة تتغزن انا اعمل بقى صنيت بالشامل يا اختي ها? حطي اللايك يلا. حطي لك عشان مجل كيش. فزي ما تقولك انا عندي كده ايه يعني ايه كده عندي هو هذا المهم يعني. ولا لقلبي كان حاسس ان اللحمة هتغلى فكنت اقتصادية من الاول خالص يعني. شفت اخطوكو? دكتور. المهم بقى زبطت كده البتنجان الرومي وهنا جيت للفلف الرومي كده قلت زبطه طبعا عبال ما البطاطس تتحمر. شفت بقى? كملي الفيديو. كملي الفيديو عشان ما زعلش منك لسه هنشوف الفانوس بتاع كوكا. عشان كوكا مستنياكو تقول لها حلو الفانوس ولا مش حلو? صح يا كوكا? حلو. اهو حلو. تقولكو حلو. يعني انت هتقدروا تزعلوني. يعني انتو شو تقدروا تزعلوني? خلاص كده. زبطت بقى الفلفل الرومي. عيبه كده. دي له كده تعطيعة من النص كده عشان ما ينفعش تحط سليم كده زي ما هو. يعني مش ما انزر. بالشكل ومنظر خالص. وبعد كده اللهم صالة على النبي بقى قلت اما روح اخسل البتنجان والفلفل دور مع بعض. لا خاصتي بقى قلت مش لازمة احطهم كل واحد في حاجة. لا يلا. ايه شوية مية هتزبطوه والدنيا انتهت. طبعا انا عايز اقول لكم انا بقشر بتنجان ده انا يعني بصوا آآ قعدت كده ايه اكل فيه. عشان ما عرفش بيقوله حلو التخصيص. ما عرفش الكلام ده صح ولا لأ. وبينحاول احنا بنحاول اوه. او بصوا اخد حتة وكلها. انا بقى زبطت كده شوية ملح كده وصبته على جنج. ويجبت كيس طماطم كده من اللي انا فرزة معيك وبقى هنبتدي طبعا نطلع الى حاجة بقى اللي فرزناها لان دي دي حاجة الشهر ايه. آآ مش جيبها عشر رمضان وبس لأي حاجة الشهر زي اي شهر بجيب في الحاجات بتاعتي العادية خالص. جبت بقى الطماطم بتاعتي اللي انتو عارفين انا بحب فرزها زي معي كده اخسلها واحطها في الكيس. تمام? هنزو لكم بقى طريقة دي هات سهلة جدا. بتخديش وقت وانت بتعمليها. في نفس الوقت بص يا جمالة ما باقي اضربها كده بتبقى رحتها حلوة كده. بتكون فرش كده وجميلة يعني. بتارها بتاع ضربة محترمة كده في الخلاط وهزبطها وطبعا الشوية التانين دول هاخدهم برضو يعني يعني. خلصها بقى. ونجري بقى على البتجاز نزبط الاكلة بتاعتنا. كلها ما اجي سجل حد من العلي ناديلي افصل اللهم صالح على النبي يا رب التسجيل. الجنينوني. مش كيفاك انده? مش كيفاك انده عدالي زي القتب. بص بقى جميلة ازاي? سهلة. وسهلة عليك بقى بدل ما تشيل يا عمانا لسه هعملها صلصة ومتبقى مكسلة الجيبي لأ. سهلة وجميلة وعمرين. اهو تمام كده. كل ما اقول الخلط بتاعي ده انا هاركينه ولا يبني حلل وشغيل برضو الحمد لله. اهو. زبطنا بقى كده. انا بحب طبعا امسك البتاعة الخلط ده كده على طول المطور. احب ان انا اضافه كده بالفوت على طول. عشان ما كستلش عنه يعني. وشيله كده نظيف. خلصت كده البطاطس بتاعتنا اتحمرت وتزبطت ونطلحها كده على المناديج. اهو. تمام كده. ازا اقول لكم بقى البتنجان ملحيش يوعه كتير فبرضو شرب زيت. هو كان عايز اتقطع عبليها بشوية بس اخطوكو اه بتبقى فاشلة كده في حاجات. بابقى بصو يعني المغي بيتوه كده عن حاجات. بس يلا الحمد الله. اه جبت الفلفل طبعا حمرته كده حمره كده على مرتين كده ورا بعض. وبعد كده نعمل البتنجان اخر حاجة يعني. وكده يبقى خلص بقى ايه يعني لخصنا يومنا بشوية ترز بلا ما هو حلوين. بزوم الصهرة كده والتحلية والغدا كان معينا مساقعة النهاردة. كده حلوة عجبكو ولا ايه? حلوة اختوكو النهاردة ولا مش حلوة? فقلت يلا كده عديها كده عدي يومي كده بالتفوف. والله يبص يا جماعة يا الدنيا ان شاء الله تمشي كده على خير طول ما احنا يعني بنده يا ربنا كده ربنا يلطفينا وعلى طول اقول لكم طلعوا كده صدقة بسيطة من مصروف البيت بتاعكم عشان ربنا يباركلكو فيه. اولا قبل ما تصرفي جنيه منه طلعي حاجة بسيطة كده. اه لحد كده معين انت عارفان ان هو محتاج ولا حاجة. فربنا هيباركلك فيه والله. وهتعدي ان شاء الله. هنا بقى طلعت كنتنسيت برضو ان انا طلع البتاعي التون بصو متلج ازاي عمالة طلع منه بالعافية. كده كده انا مخدتش كتير قوي عشان اعلالكم التون بيتعبني وكده. خدت حاجة بسيطة قوي عشان ما ينفعش برضو ايه المساقعة تتعمل من غير طوم. فكندروا لان انا اخد حاجة بسيطة. حطيتها بقى كده بشوية زيت آآ الطوم كده يتحمر. اهو. وايه هتوش بقى بالخل. خلاص كده حمرت الطومية وبعد كده هتوش بالخل. صبت بقى صانية المساقعة بتاعتنا المحترم. نزلنا الطماطم كده اللي احنا ضربناها ديت. اهو. تمام كده. جيبش شوية اللي فضلين كمان. تخنصريش حاجة بيت يا فوف. اهو. بس كده. طبعا بقى ايه ما تنسي. ما قوي تنسي. ساني باش اللي ساني يتحول اهو. ما تنسيش. شوية السكر. عشان الحمودة يعني. هنا حطيت معلقة ماجي معلقة فلفل اسود. معلقة اه ام. امشي اسمها ماجي يا جماعة. ساني رساني واخد على كلمة ماجي يعني. ليه مرقة الدجاج ديت. عشان ما حدش قول ما تجيبش الماجي او فقدي مرقة الدجاج اللي مش فاكرة اسمها ايه يا جماعة. بديل المقطعة بديل المقطعة. خلاص. خلاص. اهو. عشان بس ايه. ما تتعبوش نفسوك معي كتير. طلعت بقى ايه البتنجال. اهو. حطت بقى الباقي. كان فضل خلاص ايه مرة تاني وخلاص على كده. سايبة طبعا ايه. الصلصة جنبي اه تتقل بقى. حطيت رشة سكر كده بسيطة عشان نزوم الحمودة. طبعا بقى كانت تقلت كده معي. رحت بنزلها البطاطس. بعد كده نزل بتنجال. بنزل الفلفل الرومي. هو ده كان يومنا الجميل النهاردة. استني عشان تشوف الفانو. قوي ما تشوفش الفانو. خلاص كده قضينا يومنا كده البسيط دوت بصنية ايه? المساقعة. يلا واريهم بابا جاب لك ايه جميل. خلاصي. جاب لك ايه? اسمه ايه? ده فانوز. تعالي كده? بص حطينا. هفرجوا لهم بقى. يلا فتح يواروا لهم. استنى عملها لك انا. استنى. طلعهم العلبة. بصي. هات هاتي. بصيبت تحطي هنا كده. يا اختي خلاصي يا نيه. تشغلي كوكة بقى. شاطرة. شاطرة. شغلوا لك? انا. اتعرفي? برواح على مهلك. شاطرة. هلا. صارك اللي هيقع. يا خلاصي. كل سنة متى طيب يا كوكة. بس بابا ما جاب ليش واحد ه? بابا ما جاب ليش واحد وانزع علينا ه? انا جاب لي. انت عجب ليه? حبيبتي بتراضيني على طول. شاطف وانوز بتاع كوكة الجميل? كند. لا اصيبه شوية. قلهم كل سنة طيبية. خلاصي. جم سكر. يا مل قلب يا نيه. جميلة يا كوكة. انا قلت له ايه استنى. استنى اقفل لك. قلت له ايه ما تجيب لهاش اللي هو العادي ده. جيب لها اللي بيغني ده عشان تفرح بي. يعني كل عال بيفرحوا اصلا بالايه? الفوانيس اللي على اشكال الليعب وكده يعني. او. شايفين الكاتاكيت? سمعين ناس توتي الكاتاكيت? تعالوا استنى. تعالوا ورهم الكاتاكيت. انا بقى ايه? حطيتهم كده في البلكونة. ما فيه. بصوا عزين يخشوا. استنى. حطوهم كده ايه? يعودوا يلعبوا شوية في البلكونة. عشان لازما يجروا كده ويتشاقوا الكلام ده كل. بصوا حطرهم الاكل طبعا بعد كل المعركة اللي بيعملوها دي استنى او خشش فيه. بعد كل المعركة دي باكمس البلكونة عدها تلميع بقى. بس لازما بالنهار كده في الشمس ايه? بحب انه هم يتحركوا شوية كده لازما يتحركوا. كبروا? 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 انا عايزة او ش طارب بس كبروا او لسا. هيهاهاهاها. من لابو انا ملاقي حاجة جيبها. هيهاهاهاهاهاها على حيان كوبكة. بطخلهم بالليل وقد بصوا بدخلوهم مع بعض ازاي? انا شفتك وانتا بتضربوا يا غبي. انت غبي اوة. هانتك بتشلوه. بصوا فيه اتنين فيه اتنين العرف بتاعهم بصوا فيه احمر ازاي؟ ده ايه ده؟ واحدة العرف بتاعها اصفر. هانوا دي اه اوه والاثنين تانين دكر ثم يضربوها يعيني لا انا لازم انا اختبارهم اما زادت الجنم بالشوديك كده كي اهوم اهوم بصي بصي اما عندين فاني عايزين يخشوا الكنده باص خرص انا هاش ايه كوك انت مكنتش خارفة مالهم تسيبوني لعبة شويرة